بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن أحد يتخيل أن الطيور تكذب وتخدع وتغش ولكن الدراسات الحديثة أثبتت أن الظاهرة الكذب والغش والخداع موجودة وبكثرة في عالم الطيور أحد أنواع الطيور وهو الهدهد يمارس ذلك الكذب في حياته ومن عجائب القرآن العظيم أنه أشار إلى ظاهرة الكذب عند الطيور ففي زمن النبي سليمان عليه السلام جاء الهدهد بنبأ من سبأ ولكن النبي سليمان قال له قال سننظر أصادقت أم كنت من الكاذبين إن هذه الآية تثبت أن سيدنا سليمان عليه السلام كان يعلم لغة الطيور ويعلم أنها تكذب لا نملك إلا أن نقول سبحان الله